وهل من الواجب أم من السنة أن نقص شعر المولود في اليوم السابع من ولادته وأن تصدق بالفضة والذهب بما يساوي وزن الشعر الذي تم تقصيره أو حلقه يسن ولا يجد حلق رأس المولود ويسن التصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة يستوي في ذلك الذكر والأنثى وذلك لحديث رواه البيهقي أن فاطمة رضي الله عنها وزنت شعر الحسن والحسين فتصدقت بوزنه فضة كما ذكره الشوكان في نيل الأوطار هذا وأما تلطيق رأس المولود بدم الذبيحة التي يطلق عليها اسم العقيقة فباطل بأن الدم أذى والنبي صلى الله عليه وسلم قال أميتوا الأذى وكان المتبع عند العرب أن تستقبل أوداج الذبيحة بصوفة منها ثم توضع على يافوخ المولود حتى يسيل منها خيط الدم على رأسه ثم يغسل بعد ذلك ويحلق وجاء في بعض روايات الحديث ويدمى وقد طعن المحققون في هذا الحديث من جهة الإسناد أو من جهة التصحيف يسمى إلى يدمى ومن أراد المزيد على ذلك ففي الكتب الأخرى والله أعلم